اشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بالمبادرة الإنسانية الرفيعة والتوجيهات الكريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بإطلاق حملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين لسداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق فاعل خير وأكدت معاليها أن سموها تمثل مدرسة للإنسانية والعطاء ومنهجا استثنائيا للنبل الفضيلة في ظل ما تقدمه سموها من جهود عظيمة لتحقيق أعلى مستوى للإستقرار في أواسط الأسر البحرينية لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي ألقت بظلالها على الجميع جراء جائحة فيروس كورونا وذكرت معاليها أن المبادرات الإنسانية الرفيعة التي رسختها سموها وانطلقت منها العديد من المؤسسات في المجتمع وصنعت مجدا عميقا للمرأة البحرينية في جميع المجالات والقطاعات ونقلت المرأة خلال فترة زمنية وجيزة لتعبر من مرحلة النهوض والتمكين إلى مرحلة التقدم عبر تفعيل كافة إمكانياتها وقدراتها لبناء دولة المؤسسات والقانون في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حتى باتت المرأة البحرينية نموذجا مميزا في العطاء والإنجاز على المستوى المحلية والدولية